شخصية بيلاتوس كانت شخصية عنيفة عنيدة قوية عنده كان حقد وكراهية ضد اليهود وبنفس الوقت كان خايف منهم لألا يشتكوا إلى قيصر وكانت غلطة العمر الطريقة اللي دخل فيها أورشليم دخل في الأشكال الوثنية أو الرموز الرمانية مما أثار غضب اليهود ولكن ما تعلم من الدرس هاي الحادثة اللي في إنجيل لوقة إصحاح 13 بيلاتوس كان عاوز يعمل لتعرفوا إصلاحات في داخل أورشليم واحد من أهم الإصلاحات إنه يجيبوا المي ويبنوا نوع من الأكوا داكت اللي هي نوع من القنوات المعلقة بحيث إنه يدخلوا المي لأورشليم وهي كانت مصلحة للجميع ولكن الوسيلة والطريقة اللي اتعامل فيها بيلاتوس وضع نفسه فوق القانون وفوق الدين ودخل منطقة الهيكل وطبعا بعد اليهود تمسكوا بقرون المذبح ولكن بيلاتوس لم يحترم حرمة هذا المكان أو مقدسات هذا المكان لم يعرف عقلية اليهود ولم يعرف أهمية موضوع المقدسات اللي عندنا بسموا الكلمة الوقف الوقف الديني لا يمس فدخل مع الجيش حتى يأخذ المصاري يأخذ العملة أو النقود من الخزنة وفي نفس الوقت أثيرت فتنة زي نوع من المظاهرة واللي قاموا في هذه المظاهرة هم الجليليين والجليليين معروفين في أنهم دمهم حامي وكثير منهم من جماعات الثورجية اللي هي فئة الغيرين الزلت وهؤلاء اللي كانوا يقامنوا أو ينادوا أنه عشان تحرر الهيكل وتحرر اليهود لازم نعمل كما عمل متتياهوس وأولاده يهود المكابي أو في عصر المكابيين لما أنتيخوس أبيفنس دخل هيكل اليهود وقدم ذبيحة قدم خنزيرة على المذبح وأثار شغب كبير والثور كبير وانتصروا على اليونانيين لهم يعني جماعة أنتيخوس أبيفنس وحاكموا لفترة زمنية معينة حوالي 150 لحد ديت ما جاء بومبيي الروماني طبعاً وابتدأ بفتحاته قبل يوليوس قيصر وأخذ كل هذه المناطق فلم يفكر تاريخياً أو يتعلم دروس من التاريخ فبالدليل أنه جاء مع عسكر مع الجيش في داخل حرمة الهيكل أو مقدسات الهيكل وعندما اعترض اليهود وقاموا بهذه الثورة الجيش كان مستعد كان متخفي وحاطت السيوف وابتدأوا بقتل الناس وكان في عدد من القتلى في أماكن الذبائح اللي كانوا بقدموها بالمناسبات فاختلطت دماء اليهود الجليليين بذبائحهم يعني الذبائح اللي المفروض تقدم في الهيكل فعندما حكوا اتكلموا عن هذه الحادثة المعروفة في أيام يسوع المسيح كان الجواب الصاعق كان الجواب الصارخ جواب لم يكن بحسب التوقعات يعني احنا عم نخبرك عشان انثير التعاطف انك تتعاطف معنا وتطلع تحكي كلمة علنا انا اندد وادين وادين الى اخر كما نسمع في هذه الايام جواب المسيح كان بعكس توقعات اليهود لاحظ الكلام كلام يسوع المسيح وقال لهم اتظنون ان هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا اكثر من كل الجليليين يعني اللي تابعين لفئات احزاب دنية اخرى لانهم كابدوا مثل هذا كلا اقول لكم شو كان جواب المسيح بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون واو واو حطت سياق الحديث اليوم لو انا طلعت احكي هذا الكلام اليوم بصلبوني اشتركوا في القناة